كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدي أن الموازنة العامة للهيئة لهذا العام تشهد للمرة الأولى إصدار موازنة للانتخابات القادمة وخلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب قال الكلالدي أن موازنة العملية الانتخابية كانت تصرف من صندوق الطوارئ في الانتخابات السابقة إلا أنها هذه المرة ستحدد سلفا لاستفادة الهيئة من التجارب السابقة وأوضح أنه تم توفير ما مقداره خمسة ملايين دينار عما أنفق في انتخابات عام 2016 مؤكدا أن 60% من الموازنة تذهب للموارد البشرية التي تشرف على الانتخابات والبقية تذهب للعملية اللوجستية والأدوات المستخدمة كلفة العملية الانتخابية بال2016 21 مليون 400 بال2017 نستخدمها نفس المواد كون دقيق إن خفضت 13 ونصف وفرنا حوالي 8 مليون بال2020 نقدر 15 لكن أنا أعتقد أنها ستكون أقل مسألة الأميرة العام متجاوزا لمكافآته في عديد من الدول نحن كتبنا في الدوائر الحكومية كتبنا لدوان المحاسبة هاي الأميرة العام ما نقول خذوا قروشكو منه هذه ليست تجاوز من الهيئة المستقل الانتخاب عدا ذلك ليس لدينا نحن معدل صرف المحروقات في الهيئة المستقل الانتخاب للسيارة الـ 41 دينار شهري نضبطها باليوم وبالحركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر